اسمي كريم حمادا، السن 29 سنة أنا خريك تربية ريادية كنت رياضي عشان والدي كان بيحب الرياضة وكان بيشجعنا دايماً على طول واحدة واحدة ابتديت أخش الطلقات طبع رياضة التجديد وابتديت أحرز مراكز كويسة بشتغل مدرب بقالي 8 سنين ابتديت أحس إن أنا ممكن أساعد ناس تانية لأن بتبقى حاجة كويسة لما بتشوف واحد كانت حياته رايحة في اتجاه ودلوقتي بقت في اتجاه تاني أحسن لي والدي كان رياضي جداً وهو صغير وكان بيلعب بوكسنج وكان بطل فيها بس بعد ما كبر جاله مرض كانسر نادر واتوفى بسببه بس الحاجة الوحيدة اللي كان بتقومه من السرير إن هو كان بيشوفنا داخل الكمبيتشن وكان بيبقى فرحان جداً فالحاجة دي كانت بخلينا دايماً مرتبطين بالرياضة وأنا قررت إن أنا أخش نينجا ووريور استمراراً للمسيرة اللي هو كان حاططها لي يعني أنا بتمنى إن أنا أكسب البطولة دية عشان جزء من الجائزة بتاعت المسابقة هحطوا في مستشفى السرطان كتبرع هدية ليهو